بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبان ترد بغضب على الأمير البريطاني هاري من قتلتم كانوا بشرا وليسوا أحجار شطرانج لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية أثار ما تم الكشف عنه في مذكرات الأمير البريطاني هاري وبخاص حول مقتل جنود أفغان غضب حرك الطالبان جاء ذلك على لسان القياد في حرك الطالبان أنس حقاني في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في تويتر وقال حقاني مخاطبا الأمير هاري من قتلتم لم يكونوا قطع شطرانج كانوا بشرا كان لديهم عائلات كانت تنتظر عودتهم وأضاف الحقيقة هي ما قلته كان أبناء شعبنا الأبرياء قطع شطرانج لجنودكم وقادتكم العسكريين والسياسيين ومع ذلك فقد هزمتم في لعبة المربع الأبيض والأسود وتابع لا أتوقع أن تستدعيك المحكمة الجنائية الدولية أو يدينك نشطاء حقوق الإنسان لأنهم صم عمي عنك أنت ولكن نأمل أن يتم تذكر هذه الفضائع في تاريخ البشرية وفي وقت سابق الجمعة سربت مصادر صحفية بريطانية مقتطفات من مذكرات الأمير البريطاني هاري في كتاب سيصدر قريبا بعنوان سبير والتي جاء فيها أنه قتل خمسة وعشرين شخصا حين كان طيار هولوكوبتر أباتشي خلال جولته الثانية في أفغانستان عندما كانت أفغانستان محتلة أمريكيا وغربيا وكان من المقرر طرح كتاب هاري في الأسواق في العاشر من كنون الثاني يناير الجاري لكن صحيفة الجارديان البريطانية نشرت مقتطفات مصربة الليلة الماضية وتمكنت وكالة رويترز ووسائل إعلام أخرى من الحصول على نسخة منه باللغة الإسبانية بعد طرحه مبكرا في أسبانيا الجدير ذكره أن النسخة الأولى من كتاب مذكرات الأمير هاري تم سحبها من الأسواق إلا أن صحيفة التليغراف تمكنت من تسريب عدد من تلك المذكرات أرجو أن تتركوا رسالة لهذا الهاري الذي يقوم بالتبجح والافتخار بأنه قتل الأفغان أثناء الاحتلال الغربي لأفغانستان بدلا من تعويض أفغانستان إذ بهم يتفاخرون بقتل الشعب الأفغاني أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته